اشتركوا في القناة سعة والعشرين إن شاء الله تعالى يحدث عن عبد الله ابن عمر ابن العاص قال قلت له قال ما أكثر ما رأيت قريشا أصاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عداوته قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر يعني حول الكعبة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط سفها أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا قال فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن أي ركن الكعبة ثم مر بهم طائفا بالبيت فلما مر بهم غمزوه ببعض القول قال فعرفت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أي عرف أنه تضايق وعرف أن هذا الشتم وهذه الإساءة أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم هو إنسان ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها ووقف ثم قال أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح قال فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه يعني كلاما سيئا قبل ذلك قام ليلطف الأجواء بأحسن ما يجد من القول حتى إنه لا يقول انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموا بينما هم في ذلك طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبت رجل واحد وأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه أقام أبو بكر رضي الله عنه دونه أي دون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه إن ذلك أشد ما رأيت قريشا نالوا منه صلى الله عليه وسلم قط أن تعليقي على مقولة النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بالذبح أو جئتكم بالسيف هذه المقولة إخواني عبارة عن ردع لأشخاص كانوا يهددوا حياته قد تأكد لديه أنهم ينمون على شيء فما الذي تتوقعه من شخص يهدد بالموت يهدد بالقتل يهدد بالأذى لا بد أن يرد عن نفسه فقال إن هددتموني أهددكم وليس كما يفهم البعض أن هذه هي رسالة الإسلام أنها جاءت لغير المسلمين بالذبح أو بالسيف كما يفهم البعض أبدا هكذا تفهم هكذا يفهم النص من خلال السياقو بالتالي لا هو الإسلام جاء رحمة لكن لمن أراد أن يعاديه وأراد أن ينال من شخصه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يرد عليه بمثله الآن هل نال الصحابة أذى من حكومة مكة لنرى ماذا فعلوا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بنت أبي بكر قالت لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا مفرق رأسه مما جبذوه بلحيته وكان رجلا كثير الشعر إذن هم هم شدوا لحية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وشدوا شعره حتى صدعوا يعني ما بين شعره وبين جلد رأسه ونزف دما في تلك الحادثة إذن كانت قريش تحاول قدر الإمكان تحاول قدر الإمكان أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لتردهم عن هذه الدعوة وهذا الطريق في رواية أخرى أن أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قريش أنه خرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه لا حر ولا عبد فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله فتدثر من شدة ما أصابه فأنزل الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر ما قصة حمزة رضي الله عنه وأرضاه واحتمل حمزة الغضب يوما لما أراد الله به من كرامته لماذا غضب حمزة إخواني لأنه قد أخبر أن أبا جهل قد سب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نال منه فجاء لأبي جهل حتى إذا قام على رأسه رفع القوسة فضربه بها فشجه شجة منكرة ثم قال أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فرد ذلك علي إن استطعت فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا ثم حمزة رضي الله عنه وأرضاه أبقى على كلامه ودخل الإسلام وعلى ما تابع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه وهذه من تقادير الله سبحانه وتعالى نلتقي في اللقاء القادم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر